شارك سعادة الدكتور عبدالطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الاجتماع عقد اليوم في الرياض وترأسه من جانب مجلس التعاون معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة ومن جانب روسيا الاتحادية معالي السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية وشارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون وجرى خلال الاجتماع بحث مسار علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط بينهما في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف المشتركة بين الجانبين والعمل على تنفيذ خطة العمل المشترك للفترة 2023-2028 كما بحث الجانبان فرص تنمية التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والمضي بها لأفاق أرحب بما يعزز المصالح المتبادلة للجانبين كما تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة بما في ذلك مهددات الأمن والاستقرار الإقليمي والحرب على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر